طيب داي فندم بيدفعنا برضو الحديث عن فكرة تصنيع سواء اللقاحات أو الأدوية الخاصة بالكورونا هنا في مصر يعني احنا الحمد لله المولنا برافيري اللي موجود في مصر اللي موجود دلوقتي بيتم استخدامه هو نتاج تصنيع مواد خام لخمس شركات وطنية وفي عندنا 13 شركة تانين تقدموا لهيئة الدواء المصرية بالأوراق عشان يبقى عندنا تصنيع محلي للدواء هو اللي احنا بنتعامل به حاليا هو تصنيع محلي بمواد خام مستورة اللقاحات احنا عندنا مسارين في التصنيع مسار يشبه المولنا برافيري ان احنا بنجيب المادة الخام بالاتفاق ما بين فاكسيرا المصانع اللي موجودة في فاكسيرا هيئة المصر واللقاح المصرية وما بين شركة سينوفاك الصينية وبنقوم بتصنيع المواد الخام في هيئة اللقاحات وده فعليا انتجنا ما يزيد عن الاربعين مليون جرعة من اللقاح في عندنا المسار التاني وهو مسار أن تكون المواد الخام أيضا مصنعة في مصر او الاستخلاص اللقاح معمول في مصر وده من خلال فريقين بحثيين شغالين فريق يتبع المركز القومي البحوث وفريق عبارة عن تعاون ما بين المجلس الاعلى المستشفات الجامعية ووزارة الزراعة هيئة الخدمات البيطرية ومركز الطب التجددي بالقوات المسلحة وادارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة مع احد الشركات الوطنية في مجال التصنيع وهي برضو شركة صنعة دواء المولنا بيرافير احنا النهاردة في المرحلة الاولى ودي لأول مرة في مصر أن تجرى عندنا التجارب الاكلينيكية من المرحلة الاولى في مصر على منتج مصري الحمد لله النتائج مبشرة جدا وانا اتوقع انه خلال الفترة القريبة القادمة يبقى عندنا لقاح مصنع باكمالي في مصر والمواد الخام مستخرجة أيضا في مراكب الأبحاث المصرية يمكن كلنا بنتبع بشكل يومي دكتور حسام البيان الرسمي الصادر عن وزارة الصحة والسكان فيما تعلق بالكورونا احنا ملاحظين طبعا ارتفاع في عدد الإصابات وكذلك عدد الوفيات فهل هناك تفسير من جانب حضراتكم لهذه المعدلات؟ لا شك ان ارتفاع عدد الإصابات او معدل الإصابات ده سببه التحور الذي حدث في الدلتا الى الأومع كرون والذي يملك قدرة واسعة على الانتشار يمكن اكثر بمرة ونص او مرة وثلاثة من عشرة من الدلتا وبالتالي منطقي جدا انت ترتفع اعداد الإصابات بسبب التحور لكن الحمد لله انه معدلات الاحتياج لدخول المستشفيات لم ترتفع بنفس النسبة لما يبقى عندك لما تقيس معدلات الإصابات الى معدلات الوفيات تجد انه ما فيش ارتفاع لكن هو بالنسبة لمعدلات الإصابات على العكس في انخفاض في معدلات الوفيات مقارنة بحجم الانتشار المجتمعي